اتحدث عن عثمان عن جوانب اخرى من غير الخط عثمان رجل فنان مكتمل عثمان رجل شاعر رجل اعلامي رجل مفكر رجل كاتب رجل يتحدث اربع لغات فنان عديد الهوية اعلى متعدد انا التقيت به اول مرة طبعا هو في فارق سن بناتنا كان يكبرك بالسن كان يكبرك بالسن كان اكبر مني سن بحوالي 16 عام لكن لما جينا اتتقينا انا جيت للدراسة هنا في خرطوم وكان هو في مكتبه الخاص فكانت علاقة في الاول كانت علاقة اخ صغير بشقيقة كبير فانتغلت الى صداقة حميمة جدا تعلمت فيها كثير منه وكان منزله في بري عامر يعني بكبار الشخصيات من شعراء وفنانين ومفكرين وصحفيين واعلامين هذه الفترة عثمان كذلك كان شاعرا يعني اذكر انه عام سبعة وخمسين تمانية وخمسين حصلت ثورة 14 تموث في العراق عام تمانية وخمسين لما نقابنا ازعاد الكريم قاسر فبعد مرور شهر دعا نادي شيل كل الشعراء وكان من ضمنه موزير الخارجية محمد احمد محجوب فقال قصيدة شهيرة اللي هي في يعني قال البايعون كرامة الاسلام جهرا لليهودي العاقدون الحلفة في بغداد عاصمة رشيدي والبايعون كرامة الاسلام جهرا لليهودي ومحمد منهم بريء في سموين في خلوطه ثم جعل السودان يعني في القصيدة وقال وهنا على هذه الطفاف شعب ملهم متوثب رغم القيود فقد القيادة فاستوى فيه المعمى بالسديد وكان وزير الخارجية موجود فقامت مظاهرة شالوا المكرافون منه لانه بدأ يهاجم موة الكلمة شالوا منه المكرافون هذه واحدة من القصائد اشتركوا في القناة